حقق المنتخب الوطني الأول لكرة اليد المركز السابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في السويد وفولندا أفاز المنتخب الوطني في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن على نظيره المجاري بنتيجة 36-35 ليحتفظ منتخب الفراعن بالمركز السابع الذي حققه في نسخة عام 2021 والتي أقيمت في مصر بعد مباراة المراثونية استمرت لثمانين دقيقة أنهى المنتخب المصري مشواره في منديال اليد بالترتيب السابع بعد الفوز على المنتخب المجاري بنتيجة 36-35 في نسخة بطولة العالم لكرة اليد والتي تقام ببولندا والسويد المنتخب الوطني فرض تفوقه على المنتخب المجاري خلال مجرية اللقاء حيث حسم رجال المدارب روبرتو بارندو أحداث الشوط الأول بنتيجة 17-11 قبل أن تتجه المباراة للأوقات الإضافية بعد نهاية الشوط الثاني بنتيجة 28-28 في الوقت الإضافي الأول ظل التعادل بعدما أصبحت النتيجة 29-29 ليستمر أيضا التعادل في الشوط الإضافي الثاني بنتيجة 31-31 وفي الوقت الإضافي الثالث استمرت نتيجة التعادل 33-33 ليتم اللجوء للشوط الإضافي الرابع والحاسم لينتهي اللقاء بنتيجة 36-35 وكان المنتخب الوطني حصل على المركز الثاني في إطار منافسات مرحلة المجموعات خلف المنتخب الدنمرقي والذي حصل على مركز الصدارة وكان المنتخب الوطني حقق في نسخة 2001 والتي أقيمت في فرنسا المركز الرابع ثم في نسخة 2021 والتي أقيمت في مصر المركز السابع وفي النسخة الحالية قرر منتخب مصر إنجاز النسخة الماضية بعد الحصول على المركز السابع في المشاركة السابعة عشر له في المنديال العالمي